في البداية كنا نشكر قناة شوف تيفي على الزيارة ديلها الميدانية لمنتزه سيدحيا زعير من أجل الوقوف على الكيفية التي تقوم بها جمعية نادي أولمبيك تامسنا في تسيير وتدبير هذا النوع الرياضي كنا نتوجه في هذا المنتزه كما تشوفوا في الشاشة لأن هذا المنتزه لا زال جديد عطتنا انطلاقة ديله تقريباً واحد المدة ديل ثلاثة أشهر تقريباً أو أربعة أشهر اللي بدنا نشطو فيه هنا لأن الجائحة ديل كورونا كانت منعات واحد المجموعة ديل الجمعيات الرياضية خصوصاً على الصعيد الوطني والدولي لأننا ما كنا نشطو كنا حارسين العام اللي فات هذا العام الحمد لله نحن بدنا نشطو ولو الوليدات كي يجيوا كيلتحقوا بالميادين الرياضية وخصوصاً بأننا كنا قدرنا يحد مجموعة ديل لتس بالنسبة لوليدات وهذا ديل الكوفيد خصوصاً السينيور اللي كان لعبوه على الصعيد ديل الجيهوي والحمد لله لأننا نحن إن شاء الله بالنسبة غنبشر مدينة تامسنا بأن الصعود دينا إن شاء الله سوف نحتفل يعني الأسبوع المقبل يعني يوم الأحد لعدنا المقابلة النهائية اللي غدي نلعبو فيها إن شاء الله معايا قوب المنصور اللي هتكون إن شاء الله غدي نصعدو يعني بجوجنا القسم الأول العصبة عصبة ديال الجيهوية ديال الريبات لقونيترا اللي بغيت نوصل للمشاهدين الكرامة وغدي نرجع لواحد النقطة اللي هي نقطة أساسية خصوصا بأن مدينة تامسنا ما كنقولوش تفتقير ولكن في حاجة مسا باش يتم تزويد أو يتم تشين بعد ملاعب أخرى لسد الخصاص اللي كتعاني منو واحد المجموعة ديال الاحياء بمدينة تامسنا اليوم بمدينة تامسنا كيتواجد ملعب واحد اللي هو ديال وزارة الشباب والرياضة انتو ما كنتعرفوا يعني القرارات ديال الحكومة وخصا قطاع ديال وزارة الشباب والرياضة ما زال كنتظروا باش تعطى واحد يعني كما كنقولو لإذن يعني بالولوج لهذه الملاعب هذه في الظروف ديال هذه الجائحة ما رأفناش فوقاش غادي تنتهي لأن لازالت المعالم ديالها سيدة على الصعيد الدولي وإصابات لازالت بالمئات اليوم احنا كنت طالبوا السلطات المعنية بالأمر يعني على الصعيد عمالة خير التمارة والمالة على الخطاع الواصي اللي هو وزارة الشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل يعني تشييد وإنشاء ملاعب القرب باش تكون يعني قريبة بزاف من الشباب لأن اليوم السياسة ديال القرب خاصة تكون في جميع القطاعات ومن ضمنها خطاع ديال الشباب والرياضة احنا كنشكروا يعني القطاع ديال الشباب والرياضة اللي در نوح جوجي للمرافق لولاهم لضاعة مجموعة من الأجيال في مدينة تمسنة ومشكورين عليها وزارة الشباب والرياضة اليوم كان طالبوا السيد معالي الوزير ديال وزارة الشباب والرياضة من أجل يعني إضافة ملاعب أخرى كما نرجعوا دائما العنوان العريض ديالنا اللي هو البعد ديال ملاعب القرب من الشباب ديال مدينة تمسنة وخصوصا نحي النجاح والنور والنور واحد النور جوج وديار المنصور اليوم احنا بغينا نوجه رسالة ديالنا المسؤولين هم مشكورين أنا كنقول بأنه كي بدلهم جهودات يعني ما شاء الله ولكن اليد الوحيدة لا تصفق بأنه كما كنقوله هذا فضل كبير بأنه باش نشوفه منتزة باتشكل هذا لأنه نحن الحمد لله كنشكره والناس المسؤولين اللي وضعوا لنا هذه المنشآة هذه بغيناها تكون يعني تعمم على صعيد الحياء ديال مدينة تمسنة أنا أبي ديال تلميذ منخريت في ديال الكرة القدم ديال لكوة تمسنة وحنا تنسكنوا في النجاح وتنطروا نجي وليدتنا من النجاح تل هنا يل سيدي حياة زعير وهي شيو تنطلبوا من الناس المسؤولين يصيبوا لنا شي ملاعب تحنية في النجاح رحنا نديرين عليهم بالضبط نحن محتاجين لنا هذه الملاعب باش ولي ذاتنا يلعبوا في الحومة ديالنا وكل شي وانشاء الله نتمنوا التوفير